موسيقى اذا وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الكازيخستاني نور سلطان نزار باييف في العاصمة أستانا تناولت علاقات التعاون الثنائي واخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية واشدد الزعيمان خلال المباحثات على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها وأكد الزعيمان دعمهما لكل الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف ودحر تنظيماته ضمن استراتيجية شمولية ولفت جلالته إلى أهمية العمل على توضيح الصورة الحقيقية للإسلام الحنيف وتركيز على نهجه المعتدل ومبادئه السمحة ونبذه للعنف والتطرف إلى جانب العمل على تعزيز مبادرات الحوار بين الأديان وبما يسهم في إرساء السلام والمحبة والحوار بين أتباعها وتوحيدهم في مواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف الجميع ولا يستثني أحدا كما تم التطرق للأوضاع التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة التوصل لحلول سياسية شاملة لها وبما يضمن أمن وسلامة واستقرار تلك الدول وشعوبها كما دعا الزعيمان إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية لإعادة إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية اشتركوا في القناة